موسيقى مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في ثناء الخبر نتابع في حلقتنا لهذا اليوم لاجواء التحضيرية قبيل يوم واحدا من بدء أعمال اللجنة الدستورية في جينيف مع وصول وفود المعارضة والمجتمع المدني ونظام الأسد قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدلسون أن أعضاء اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور جديدة لسوريا بدأوا بالتوفد إلى جينيف موضحا أن الافتتاح الرسمي لاجتماع اللجنة الدستورية سيكون يوم غدا في مكتب الأمم المتحدة بجينيف نتابع التقرير التالي ونعود لمطابعة النقاش مع ضيوفنا اللجنة الدستورية لملم أوراقها لعقد أولى جالستها برعاية أممية هنا في جينيف أول لقاء لهذه اللجنة التي ترقبها الشعب السوري المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدلسون وخلال مؤتمر صحفي قال إن أعضاء اللجنة الدستورية بدأوا توافد إلى جينيف لعقد أول اجتماع رسمي في مكتب الأمم المتحدة هناك مؤتمر جير بيدلسون الصحفي يبدو أنه يحمل في طياته تفاؤل المبعوث الأممي في اللجنة كما بدأ ذلك في كلامه في الحقيقة اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية هو أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة لكن اللجنة بمفردها غير قادرة على حل الصراع في سوريا لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح الشعب السوري وحده من يصادق على الدستور الجديد المرتقب وقرارات اللجنة ستنفذ بالإجماع وفي موافقة 75% من أعضاء اللجنة بيدلسون كان قد رفض دعوة ممثلي ضميني آستانا روسيا وإيران وتركيا أو المراقبين لبنان والأردن والعراق وممثلي المجموعة المصغرة أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن ومصر إلى إطلاق أعمال اللجنة الدستورية لتأكيد على المبدأ أن العملية سورية سورية بعيدا عن أي تدخل خارجي بحسب ما أوردته صحيفة شرق الأوسط لكن ضميني آستانا وصلوا أيضا إلى جينيف لعقد اجتماع ثلاثي مع المبعوث الأممي إلى سوريا قبل جلسة اللجنة الدستورية دون الإفصاح عن فحوى الاجتماع تحت مضلة الأمم المتحدة وبرعاية دولية ستنطيق أعمال اللجنة الدستورية السورية فهل سوف تحاقق أعمال الشعب السورية أم أن معاناتهم ستستمر معنا هنا في أهل استوديو الأستاذ فراس المصري مدير منظمة مدنيون للعدالة والسلام أرحبا بكم أستاذ فراس حياك مساء النور حياك الله وسينضم إلينا مباشرة أيضا من جينيف مراسلنا عباس الديري عباس بدأت معك أنت على الأرض يعني هل وصلت جميع الوفود إلى جينيف مساء النور مساء النور الحقيقة بيلة الباحة ساهد العداد كبيرا من الأعضاء القادمين من دول مختلفة من ضمنهم أعضاء اللجنة المنبثقة من الاعتلاف والمنبثقة من المعارضة كان المصري الأكبر من الأعضاء القادمين هم بالفضل من اللجنة التابعة للمعارضة ساهد أيضا قدوم بعض من أعضاء التابعين لنظام وعدد قليل جدا من الأعضاء المستقلية التي يسميهم أعضاء المجتمع المدني إذن لم تكتمل إلى الآن يعني لم يكتمل وصول الجميع يعني تقول أنه أكثر وصول هو كان لأعضاء المعارضة السورية أعداد قليلة نسبيا بالنسبة لوفد النظام أما المجتمع المدني قليلة جدا بالمقارنة بين النظام والمعارضة أعتاد الكبيرة أتت من الأعضاء التابعين في المعارضة ولكن بالطبع اليوم سوف يكتمل جميع القادمين سواء كانوا من المعارضة أو من النظام يعني سوف يأتي الجميع لن يتغيب أحد يعني سوف يأتي الجميع عباس إلى الآن لم يكن أي تسببات أن أحدهم سيغيب أو أحدهم رافض للقدوم يبقى الكل أبدى استعداده للقدوم في فترة سادقة اليوم أخبر من أحدهم أنه سيكون العدد أكبر أو حتى أنهم سيكونون إجمالا جميعا ما في جينيس العدد سيكون 150 شخص 50 للنظام 50 للمعارضة و50 مستقلين سيكون هناك أيضا كما بعد تشهد من كل مجموعة خمسة أو حتى بين خمسة أو عشر أشخاص أعضاء سينباكقوا من الخمسين وتشهد اللجنة في الختام اتفاق للدفق أجديدة فيشهد ربما في المستقبل طيب هل تسرب لكم شيء عن جدول أعمال اليوم الأول ماذا سيجري في اليوم الأول ماذا سيجري يوم الجمعة يوم السبت في الحقيقة منعنا نحن العدد الكبير من الصحفيين القادمين لحضور هذه الاجتماعات منعنا كأننا نملك بعض الأوراق أو الثبتيات الغير رسمية بالنسبة للنظام لا أدري ما الاشكاليات التي حدثت مع غيره لكن شخصياً حدثت معي المشكاليات بسوط الإقامة ودخول المبنى المعلومات جداً شحيحة لا يوجد مزديد لا نستطيع القول بأن هناك تسريبات أو هناك أي أمور أخرى نستطيع القول بأن هنا اليوم في الساعة خانسة بتوقيت دينك سيكون اجتماع للمبروث الأممي وسيكون أيضاً اجتماع للمبروث الأمريكي مع الصحفيين ربما نشهد اجتماع بين المبروث الأمريكي والمبروث الأمريكي طيب سأعود إليك عباس سيد فراس إذا بدأت أعمال اللجنة الدستورية هل تعتقد أن الأجواء في سوريا سوف تتغير أو فلنخل هل الأجواء في سوريا الآن مؤهلة لبدأ أعمال لجنة دستورية وسياغ الدستور في الحقيقة يعني بالفترة الأوين الأخيرة لم يعد هناك ارتباط كبير بينما يجري على الأرض ميدانياً سواء من تحركات عسكرية أو ثورية بما يجري في الأروقة السياسية لم نعد نلحظ أن هناك ربط بحيث مثلاً إذا قلنا إذا استمر فرضاً قصف إدليب فإن الهيئة ستعلق المفاوضات أو اللجنة الدستورية ستتوقف عن العمل لم نسمع أنه قائد قالوا مثلاً إذا لم يتحقق الشرط الفلاني من قرار 2254 فإن أعضاء المجتمع المدني في اللجنة الدستورية سوف يتخذون الموقف الفلاني فأنا لا أرى أبداً أن أي ربط سيكون في الأيام القليلة القادمة بين ما يجري في جنيف في اللجنة الدستورية وبين ما يجري في الميدان عسكرياً أو ثورياً هل الوضع في سوريا مهيئ لتشكيل لجنة الدستورية وبدأها في نقاش دستور للبلاد ويجب أن يكون هناك أيضاً انتخابات مجلس شعب فيما بعد هل الوضع في سوريا مهيئ لهذا الأمر نعم الآن إذا سنقول في سوريا سوريا الواحدة التي هي غير موجودة في هذه اللحظة الأمر أكيد غير مهيئ وأكبر دليل أن قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وضع محددات متتالية الترتيب للوصول إلى انتخابات في سوريا وهي بنود ما سمي الانتقال السياسي الانتقال السياسي يشمل أمور إنسانية وهذا لم يتحقق يشمل بناء الثقة بالإفراج عن المعتقلين وهذا لم يتحقق يشمل تشكيل هيئة حكم انتقالية كما كاملت الصلاحيات التنفيذية وهذا لم يتحقق يشمل كتاب الدستور للبلاد والآن قفز إليه في هذه اللجنة الدستورية ثم أخيرا الذهاب إلى انتخابات بإشراف هيئة الحكم الانتقالية الأجواء وبين هذه البنود يوجد ما يسمى البيئة الآمنة والمحايدة يعني كيف سيدلي اللاجئين بأصواتهم كيف سيدلي الناس تحت سيطرة الأمن والجيش في سوريا بأصواتهم هذه أيضا تأتي في ثنايا هذا القرار لذلك لا يمكن أن نقول بحال من الأحوال أن الأحوال في سوريا سواء سوريا النظام أو سوريا المحرر أو السوريون في المهجر لا نرى أن هناك أي بيئة مناسبة الآن للمضي في العملية سأعود إليك ولكن قبل أن أسأل مراسلنا سؤال أخير وربما نذهب بعدها لفصل عباس هل لديك معلومات عن آلية الاجتماع غدا كيف ستكون مباشرة النقاشات عن ماذا سوف يتم الحديث ستكون الاجتماعات حسد ما وردنا أنها ستكون اجتماعات مقسمة ثلاث مراحل المضحة الأولى ستشهد اجتماع موسع سيكون بشكل مباشر بين المعارضة والنظام وقد يكون هذا الاجتماع الأول الذي سيكون بشكل مباشر بين المعارضة والنظام ماذا سنشهد في الأيام القادمة في حقيقة لا يوجد كثير من المعلومات الأكيد الأكيد أن السيد المبغوث الأممي سيكون مشرف على كل المباحثات وقد بدل جهد كبير لجمع هذا العدد الكبير من السوريين وقد قال في تصريح أن السوريين سيقررون دشترهم القادم في الحقيقة أود أن نوح أن سيكون الضامنين نذكر هنا الضامنين روسيا تركيا وأمريكا وإيران نعم أشكرك جزيلا الشكر وطبعا سوف نكون معك أول بأول غدا وبعد غد في حال ورود كل جديد أشكرك جزيلا الشكر عباس الديري مراسل قناة حلب اليوم في جينيف كنت معنا من جينيف مشاهدين الكرام بعد الفاصل ممد مرونة آليات عمل اللجنة الدستورية لإقرار البنود أو تعديلها ابقوا معنا اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 عضو اللجنة الدستورية السورية ياسر الفرحان قال لوكالة الأناضول التركية إن المعارضة تخطط لإنجاز مسودة الدستور خلال شهرين فرحان اعتبر تشكيل اللجنة إفشال مخططات النظام وإعادة إحياء للعملية السياسية فهل ستتمكن اللجنة وفق الآلية الموضوعة لها من صياغة دستور للبلاد خلال شهرين الأيام المقبل عمار ربما تجيب على هذا السؤال بالفعل حلها شكرا لك أستاذ فراس طبعا أرحب بك مرة أخرى مدير منظمة مدنيون العدالة والسلام تقييمكم لآليات عمل اللجنة الدستورية طيب في الحقيقة بداية يجب أن نقرر شيء معين النظام على مدى السبع سنوات السابقة بالرغم من إجرامه لم يفقد من سيادته إلا سحب سفراء من دول كثيرة في العالم وقطع علاقات دبلوماسية من دول كثيرة هو لم يخسر كرسيه في مجلس الأمن هو مرر دستور 2012 خلال الثورة مرر انتخابات مجلس الشعب أثناء الثورة مرر انتخابات رئيس جمهورية أثناء الثورة ومرر انتخابات مجالس بلدية أثناء الثورة يعني تقصد بمباركة دولية إذن هو ليس فقط بمباركة دولية هو يعني يفرد سيادته على كل شيء داخل سوريا بالنسبة له يعني هو السيد المعترف به قانونيا من قبل الدول ويمارس جميع مهامه التشريعية والتنفيذية خلال سنوات الثورة التي يضرب فيها الناس بالكيماوي والبراميل والقنابل العنقودية اليوم اللجنة الدستورية لن تأتي على مزاج النظام لأنها العمل الأول وطبعا بغض النظر عن موقفنا نحن من موقع اللجنة الدستورية في تسلسل القرار 2254 ولكن نقرر بأن النظام لأول مرة يفقد جزء من السيادة أنه يكتب الدستور في جينيف أو سيكتب الدستور في جينيف أنه سيكتبه مع من يصفهم بالإرهابيين وهذا اعتراف منه بالمعارضة ثالثا هو يعني أصبح يعمل خارج دمشق في قضية سيادية يجب أن يقوم بها هل هذا مؤشر أنه المجتمع الدولي اليوم بات يعني مقتنع بعدم استمرارية الوضع كما هو عليه أنه بشار الأسد يضع دستور اللي بده إياه والانتخابات اللي بده إياها لا أظن أظن أن المجتمع الدولي يعمل بطريقة ذر الرماد في العيون المجتمع الدولي خيبنا يعني الخيبة من المجتمع الدولي وسنأتي عليها بعد قليل كبيرة أتابع أنا أتابع وأقول النظام هنا بدأ يضغط من أجل فشل عمل هذه اللجنة أولا المماطلة الطويلة يمكن نحن صار لنا سنة ونص عم نشتغل على قصة فقط تسمية أعضاء اللجنة الدستورية ثانيا أنه قام بتهديد بعض أعضاء اللجنة الدستورية بتهديد أهاليهم الموجودين في دمشق مما أدى إلى اعتذار البعض إذن هذا اللجنة تؤلمه تمام لذلك أنا لن يعني لن أكون موافقا على كلام زميلي وصديقي الأستاذ ياسر الفرحان الذي يقول نعمل على أن يكتب دستور في شهرين النظام وفق الآليات الموجودة اللي هي الـ 75% أولا ثانيا ثانيا في تعنته اليوم أنا وصلني خبر مراسلكم يبدو أنه يعني لم يأتي هذا الخبر أن هناك خلاف شديد على قضية البرنامج الزمني المعارضة وبيدرسون يطلبان أن يكون هناك جدول زمني برنامج زمني نقول أنه يجب كتاب الدستور خلال ستة أشهر مثلا النظام يرفض تماما أي محددات زمنية يعني يريد إلغاء السقف الزمني طيب هنا أنت أتيت على ذكر نقطة مهمة وهي وردت أيضا في مادة الزميلة حلا يعني 75% يجب أن يوافقوا ألا يعني هذا أن النظام يمتلك فيتو ولن يمرر سوى المواد التي تأتي على هواه يعني سوف ندور في حلقة مفرغة يعني هنا أنا وفي لقاء سابق هنا قلت ذلك والعكس صحيح يعني بصراحة خلينا يعني نحن نريد حتى إذا كان العكس صحيح نحن يا أخي أنتم هذه القناة هذه القناة تخاطب الجمهور السوري في الداخل تحديدا تمام وحتى نكون صريحين وصادقين مع الجمهور في الداخل النظام يرسل وفده خمسين شخص من بينهم لجنة صياغة خمسة عشر شخص مكبلين بالرهائن الموجودة في دمشق من أهليهم من ذويهم وأصلا هم أغلبهم منتدبين من قبل عناصر مخابرات النظام وبالتالي صوتهم سيكون صوتا واحدا وإذا أتينا إلى لجنة المجتمع أو مجموعة المجتمع المدني أيضا المسم نحن للأسف لا يوجد أن الأمم المتحدة هي من سمت الخمسين المجتمع المدني كلنا نعرف وأصبح هذا واضحا أن أيضا المجتمع المدني كان بموافقة المعارضة والنظام وكأننا أمام نصف قائمة المجتمع المدني من النظام ونصفها الآخر من المعارضة إذن إذن النظام امتلك النصف تماما تماما الآن أيضا ولكن أنا أقول هو قراره واحد يعني يعني خمسة وعشرين قرار واحد خمسين زائد خمسة عشر من المجتمع المدني خمسة وعشرين لا إذا خمسة وسبعين بالمية فنحنا لا لا أنا أتحدث لا أتحدث عن النسبة الآن فقط اسمحني قليلا الآن لدينا من أصل المية وخمسين خمسة وسبعين سنفترض أنهم خمسة وسبعين يسمعون من النظام وخمسة وسبعين يسمعون من المعارضة للأسف الخمسة وسبعين من النظام قرارهم موحد أما الخمسة وسبعين من المعارضة يوجد ائتلاف يوجد منصة القاهرة هيئة التنسيق منصة موسكو والعسكر هؤلاء ويوجد الخمسة وعشرين المجتمع المدني المحسوبين تقريبا على المعارضة هؤلاء لكل منهم أجندة خاصة به ولكن ليس بالضرورة أن يتوافقوا على نفس القرار دائما لذلك التعطيل عند الـ 25% ربما يصب أيضا في مصلحة المعارضة أي أن النظام لا يستطيع تمرير ما يريد بالـ 75% التي يملكها لأن المعارضة تستطيع أن تعطل بينما لو قلنا 50 زائد 1 سنرى هنا قرار واحد وهنا قرارات شتى وبالتالي ربما كانت هذه من مصلحة المعارضة ولكن الأمر معطل يعني الأمر في كل الأحوال في كل الأحوال هناك تعطيل للقرار لو كانت ربما 50% كان النظام يستطيع أن يمرر ما لديه وهو ما عانيته الآن نحن نعرف أنه سنكون أمام تعطيل ولكن نعرف أيضا أن المجتمع الدولي وخاصة الآن الإرهاصات بعد مقتل ربما مقتل البغدادي أو ما يشاعن مقتل البغدادي أو يعني إنهاء دوره قتل أو لم يقتل إنهاء دور البغدادي يقول أنه ربما يكون هناك تسويات قادمة في سوريا هذه التسويات تقتضي وجود دستور هنا يأتي دور الدول الضامنة سيكون الدستور لن يكون الدستور سوريا سوريا من وجهة نظري طبعا أنا المتواضعة سيكون الدستور أمر واقع تتدخل فيه الدول الضامنة ويتدخل فيه النظام المعارضة وبالتالي النظام المعارضة سوف يوافقون على ما تمليه الدول وهنا شد الحبل يعني معركة شد الحبل يعني أكيد لن يكونوا مستسلمين تماما سيكون هناك نقاشات سيكون هناك مقاومة يعني أنا أعتقد الوطنية في معارضتنا وأعتقد الوطنية في مجتمعنا المدني هذا حسن ظني أنا لذلك سيعني يجب أن نشهد مقاومة في من أجل كتاب الدستور يعني صالح طيب عندما نتحدث نحن عن دول ونتحدث عن نظام ومعارضة ومجتمع مدني وخمسة وسبعين بالمية يعني ألا يعني هذا أنه من الصعب جدا الاتفاق على مادة واحدة من الدستور الذي سيصاغ تماما من الصعب جدا شوف إذا سنتكلم رياضيات مستحيل لا يمكن أن يكون توافق ولكن نحن نقول لا نتكلم رياضيات الروسي يستدعي النظام والتركي يتحدث مع المعارضة والإيراني يتحدث مع مخابرات النظام وستكون هناك تسويات بالنتيجة وليس عملية تنظيمية المجتمع الدولي أو تركيا أو روسيا هل توافقت حتى تم تشكيل اللجنة الدستورية توافق على الأسماء على الأقل أما لا فيما بعد ذلك لا أظن أظن أن الأمور تأتي مرحلة مرحلة إذن نحن أمام مدة زمنية مفتوحة والله أمن على كله سوف نتابع بعد الفاصل انتهينا من هذا الملف ملف آخر مشاهدين الكرام ما هي أبرز الجوانب التي غطتها الأوراق الدستورية المقدمة من الهيئات والحقيين البارزين منذ العام 2011 وحتى اليوم القومة ترجمة نانسي قنقر 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 حياكم الله هنا ما كنتم مشاهدين الكرام نتابع في حلقتنا لهذا اليوم الأجواء التحضيرية قبيل يوم واحد من بدء أعمال اللجنة الدستورية في جينيب مع وصول وفود المعارضة والمجتمع المدني ونظام الأسد لكن نتوقف الآن مع موجز لأهم وآخر لنباء الجيش الوطني السوري يعلن تأمين 25 قرية على محور رأس العين في ريف الحسكة بعد انسحاب قوات جي بي جي منها ضمن عملية نبع السلام الجيش الوطني السوري يعلن احتجاز 14 عنصرا لقوات النظام قرب منطقة تل الهوى بريف رأس العين شمال الحسكة وذلك في إطار الاشتباكات بين قوات عملية نبع السلام ووحدات حماية الشعب التابعة للقصد لحسب شبكة أخبار الفرات بزارة الدفاع الألمانية تنفي تقريرا لمجلة ديرشبيغل تحدث عن وجود خطط للجيش الألماني تتضمن إرسال 2500 جنديا في مهمة محتملة للأمم المتحدة إلى شمال سوريا المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون يقول إنه سيلتقي اليوم الثلاثة وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران في مدينة جينيفا سويسرية ما تسمى سرايا المقاومة في مدينة حمصة تعلن في بيان لها استهداف مقر للشرطة العسكرية وفرع أمن الدولة التابعين لقوات النظام في مدينة الرستان بريف حمصة الشمالي مشيرة إلى أندى الاستهداف أوقع قتلى وجرح في صفوف قوات النظام إدارة المخابرات الجوية في مدينة حرستة بالغطة الشرقية تصدر قائمة بأسماء أكثر من مئة شاب من أبناء المدينة ورفضت تسوية أوضاعهم من قبل مكتب الأمن الوطني مرحبا بكم من جديد في ثنايا الخبر مشاهدين الكرام نتابع في حلقتنا لهذا اليوم الأجواء التحضيرية قبل يوم من بدء أعمال لجنة دستورية في جينيف مع وصول وفود المعارضة والمجتمع المدني ونظام الأسد أجرى حقوقيون في برنامج أبحاث الصراع في كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية مسحا لجميع الأوراق الدستورية المقدمة من الهيئات والحقوقيين السوريين منذ 2011 لغاية العام الحالي الهدف من المسح تحليل الحصول على مؤشرات عما يريده السوريون الفاعلون من الدستور الجديد نتابع ساعات تفصل اللجنة الدستورية عن بدء محادثاتها في جينيف تحديات عدة يبدو أنها ستواجهها حول القوانين المشكلة للدستور الجديد بين تلك التي تريدها المعارضة ويرفضها النظام وأخرى يريدها النظام وترفضها المعارضة خلال سنوات الثورة التسع قدمت عشرات الأوراق والبيانات الدستورية من قبل نشطاء وهيئات وحقوقيين سوريين لتراع في الدستور المستقبلي للبلاد نشطاء وحقوقيون في برنامج أبحاث الصراع في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أجروا مسحاً وتحليلاً لجميع تلك الأوراق الدستورية منذ 2011 ولغاية 2019 أوراق بلغت أربع وأربعين ورقة الهدف من تحليلها بحسب الدراسة كان الحصول على مؤشرات عما يريده السوريون الفاعلون على الصعيدين السياسي والمدني من الدستور الجديد طبيعة الدولة وهويتها وشكل نظام الحكم كانت من أبرز المواضيع التي تشاركت الأوراق الأربع والأربعين الحديث حولها كل الأوراق تحدثت عن وحدة الأراضي السورية أما طبيعة الدولة فكانت ديمقراطية بنسبة 75% من مجموع الأوراق وجمهورية بنسبة 34% ومدنية بنسبة 29.5% كما طالبت 9 أوراق بفصل الدين عن الدولة بينما ذكرت ورقة واحدة أن دين الدولة الإسلام السني وفق الدراسة شكل نظام الحكم كان بحسب الدراسة من النقاط التي يعتريها الخلاف بين جمهوري برلماني وبرلماني رئاسي ودولة حادية وفدرالية ديمقراطية الدراسة لفتت إلى أن الأوراق التي تحدثت عن القضايا الدستورية المتعلقة بمؤسسة الأمن والجيش فكانت الأوراق تؤكد على ضرورة تحييدهما عن الحياة السياسية وإيجاد آليات تحمي الحريات والحقوق العامة من تدخلهما إضافة إلى خضوعهما للمساءلة والمحاسبة القانونية معظم الأوراق التي قدمت كانت ميالا إلى نظام سياسي وإدارة أكثر لا مركزية يعطي للمجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها أما الأوراق الصادرة عن جهات سياسية كردية فقد قدمت رؤية شاملة عن دولة اتحادية مكونة من أقاليم بدرجة عالية من الإدارة الذاتية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وغيرها فكانت نسبتهم المئوية من مجموع الأوراق على النحو التالي معنا هنا في السيديو الأستاذ فراس المصري مدير منظمة مدنيون للعدالة والسلامة مرحبا بك كم أستاذ فراس حياكم الله وينضم إلينا الآن أيضا الأستاذ بسام طبلية الأستاذ في القانون الدولي من لندن مرحبا بكم أستاذ بسام على شاشة حلب اليوم يعني لو ودأت مع حضرتك ما الذي تعكسه هذه الدراسة التي قمتم بإعدادها يعني في الحقيقة هذه الدراسة هي تعكس وجهات نظر بالنسبة للعناصر أو الأفراد أو الجهات التي شاركت بدراستها ولكن لا نستطيع أن نقول أنها تعكس حقيقة وجهة النظر للشعب السوري بشكل كامل بالتالي هي أخذ عينة ولا يعني ذلك أنها قد تكون صحيحة قد تصاوب الدقة إلى حد ما طبعا الحقيقة هذه الدراسة أنا طبعا لم أكن أي مساهمة بيها ولكن هناك الكثير من الأمور التي نحن نتشارك بها على سبيل المثال مثل مبدأ فصل السلطات مثل مبدأ نظام الدولة كيف سوف يكون هل سوف يكون هناك مثلا فرضنا التسمية الجمهورية العربية السورية والجمهورية السورية هل الإسلام مصدر من مصادر التشريع أم هو مصدر الأساسي للتشريع أم هو لا يذكر على الإطلاق كما هو الحال في دستور 2012 الدستور الروسي إذن هناك الكثير من النقاط في الحقيقة بالعودة إلى بداية الأحداث مشكلة لم تكن هي في الدستور وإنما هي في تطبيق الدستور إذ أن الدستور هو فعاليا معطل من 1900 وإذن حفظ الأسد لسدة الحكم هناك الكثير من الأمور المخالفة للدستور ومخالفة للقانون عندما يتم وضع تشريعات قانونية على سبيل المثال الحصاني بالنسبة للجهات الأمنية عندما يكون هناك مثل هذه التشريعات المخالفة للدستور التي يتم من خلالها انتهاك حقوق الإنسان انتهاك الإنسان عندما ينص الدستور على سبيل المثال بهمية كرامة الإنسان والحفاظ عليه وعدم اعتقاله والحصانة الممنوحة لبعض الجهات مثل المحامين في مكتبه أو في القضاء وعكس ذلك ويتم انتهاك هذه الحصانة فبالتالي يصبح الدستور يعني هو مجرد الحبر على ورق طيب معناها لماذا نحن ذاهبون إلى أو لماذا المعارضة السورية ذاهبة اليوم لصياغة الدستور ولماذا كل هذه المضيعة للوقت مدام الدستور يعني ليست المشكلة به وسيبقى حبر على ورق البعض يرى أن الأسد لن يقدم تنازلات مباشرة وبالتالي يجب أن نستدرجه استدراجا واللجنة الدستورية هي أحد النقاط التي يمكن استدراجه بها من خلال القرار الأممي 2254 وبالتالي المرحلة اللاحقة سوف تكون هي موضوع الانتخابات ولن يكون هناك انتخابات إلا بعودة اللاجئين ولا يكون هناك عودة للاجئين إلا دا كان هناك استثباب للأمن ولن يكون هناك استثباب للأمن إلا دا كان هناك عملية انتقال سياسي ولن يكون هناك انتقال سياسي إذن هي عملية سلسلة هذه سلسة معقدة هذه العملية سلسة معقدة لن يكون كذا إلا لا يكون كذا ولن يكون كذا هي دوامة النظام لم يتنزل عن أي شيء من 9 سنوات إلى الآن حقيقة إن هذا صحيح ولكن هناك تعويل على الضغط الروسي لأنه شفنا الآن روسيا بالنسبة لها تحققت الكثير وصلت إلى حد كبير بالاتفاق مع تركيا أصبح هناك الكثير من الاتفاقيات المنجزة ومع الولايات المتحدة وبالتالي بمرحلة لاحقة يمكن الاستغناء عن الأسد طبعا روسيا حريصة جدا بالنسبة للجيش والأمن أن تكون هي المسيطرة عليه سوف يتم التنازل عن الأسد وهذا غير مستبعد يمكن أن يكون من خلال بعض الانتخابات مباشرة حتى لو فاز لفترة لهم يدركون تماما أنه لن يكون عوضة طوعية بالنسبة للاجئين لأنه لا يوجد ثقة بالنسبة للنظام إذا ما كان هناك قائم في سوريا من هنا سوف يكون هناك خلينا نقول محاولات كما ذكرت أنا على تواصل كثير مع أعضاء اللجنة الدستورية تواصل ووجه النظر لأنه لن يحقق شيء لأن النظام قالها صراحة سنغرقهم في التفاصل أسد بسام دعني أن تقل ضيفي هنا في استوديو يعني الوقت التي تدارقنا أستاذ فيرس قبل أن نذهب إلى فاصل قبل قليل لديك معلومات حول اللجنة الدستورية يعني نحن فقط أنا أود أن أعلق أيضا على موضوع المركز لندن ولكن نحن نعلم أن قائمة المجتمع المدني الخمسين يجب أن يحدد منها لجنة صياغة 15 شخص والمفروض أن هذا الأمر يكون برعاية الأمم المتحدة وقرار الأعضاء الخمسين للأسف التسريبة الأولى قالت أن ستة منهم ستختارهم النظام وستة ستختارهم المعارضة وثلاثة يختارهم المبعوث الدولي ثم وردنا أن النظام لم يوافق وأنه يطالب بأن يعين هو ثمانية وأن تعين المعارضة سبعة والمجتمع المدني هو من المجتمع المدني والمجتمع المدني صفر اليدين يعني هو لا يقرر من سيمثله بلجنة الصياغة 15 ليس له علاقة بالرئاسة المجتمع المدني أضعف الإيمان أن يكون له منصب نائب الرئيس مثلا في اللجنة أن يكون له منصب المقرر ولذلك بدأت يعني تتعالى أصوات في المجتمع المدني أننا إذا سنكون فقط شهود على ما يجري بين النظام والمعارضة فالأولى بناء أن ننسح وتماني يعني أكثر بالنسبة للنظام تماما تماما تماني أكثر يعني بالرغم من الكثرة التي يأخذ بأماكن أخرى أيضا يرغب أن يكون بشكل تنظيمي له الأكثرية وهذا يعني إذا كانت هذه قائمة المجتمع المدني فلماذا وضعت يعني فقدت فقدت قيمتها التي وضعت قبل أن تبدأ بالنسبة لها بس اسمح لي بالنسبة لمركز لندن وما قاله معنا نصف دقيقة طيب مشكور أستاذ السام أنا بأيده بالنقطة الأولى التي قالها هي دراسة بحثية عن أوراق دستورية ولا تعكس لا رأي الجمهور الذي الدستور هو مرآة الجمهور الدستور هو مرآة ثقافة الجمهور هذه الأوراق هي تعكس رؤية كاتبيها لكن أنا أختلف بنقطة ضروري نتكلم عنها دستور 2012 على سبيل المثال الحقوق والحريات فصل الحقوق والحريات مقبول أما إذا جئنا إلى فصل السلطات فسنرى أن بشار الأسد هو بمكانة أبو بكر البغدادي تماما هو رئيس مجلس القضاء هو يعين محكمة دستورية هو يحل البرلمان هو يعين أفراد الحكومة والحكومة هو يعني هو كل شيء في الدولة هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبالتالي هو أبو بكر البغدادي وليس هو موظف عند الدستور السوري وليس هو موظف عند الشعب السوري هذا يجب أن يستدرك في أي دستور قادم للبلاد فاصل أخير ونعود لمتابعة الحوار معك ومع الأستاذ بسام أيضا شاهديني الكرام بعد هذا الفاصل من أسباب تشاؤم كثير من السوريين من اللجنة الدستورية أفراموا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في ثنايا الخبر نتابع في حلقتنا لهذا اليوم الأجواء التحضيرية قبل يوم واحد من بدء أعمال اللجنة السورية في جينيف مع وصول وفد المعارضة والمجتمع المدني ووفد النظام أيضا قناة حلب اليوم مشاهدين أجرت استطلاعا للرأي على قناتها في تيلجرام وكان نص السؤال هل تعتقد أن لجنة الدستورية ستفتح باب حل للملف السوري النتائج كما تشاهدون على الشاشة 22% أجابوا بأعتقد 78% أجابوا بلا أعتقد معنا هنا في الأستوديو الأستاذ فراس المصري مدير منظمة مدنيون العدالة والسلام حياك الله أستاذ فراس حياك الله وأيضا أرحب بضيفنا أستاذ بسام طبلية الأستاذ في القانون الدولي من لندن أستاذ بسام لو عدت إلى حضرتك كيف تفسر هذه النظرة المتشائمة إذا اللجنة الدستورية يعني هناك معطيات على أرض الواقع حقيقة ثانية يعني منذ وقبل البدء من اللحظة التي تواجد بها سيد وزير الخارجي للنظام قال أنه لم نتقيد بمدد محددة يعني أنه يريد المماطنة ولاحظنا عدة نقاط قد أثارها واعترض عليها وبالتالي يعني خليل الأول الأمور واضحة أنها باتجاه سوف تبدأ باتجاه تعقيدات كثيرة لأنه بالاختصار شديد هو مرغم النظام مرغم على الذهاب بسبب أن روسيا ضغطت عليه وبالتالي حقيقة لا نتوقع من النظام أن يقدم أي شيء طواعية ما لم يكن هناك ضغط روسي في هذا الصدد فلن نحصل على شيء السؤال الذي يطرح نفسه أن هناك الكثير من الموضع الجرائم هناك الكثير من الانتهاكات التي نسبت إلى النظام وثبت أنه قد اقترفها السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يتم التفاوض مع مجرم حرب أو يشترح بمجرم حرب لماذا يبقى النظام على سدة الحكم ويعتبر أنه الحاكم الشرعي وكرسيه ما زال موجودة في الأمم المتحدة رغم أن كافة المعطيات تدل على أنه لا شرعية أنت أجبت ربما على السؤال أستاذ بسام وقلت يعني اليوم نحن شبهنا تفاوض مع الروس لأنه النظام كل خطوة يقدم عليها هي بإجبار من الروس صح؟ صحيح نعم اسمح لي أن ينتقل مرة أخرى أستاذ فراس أستاذ فراس مدام الأمر كذلك كما يقول ضيفنا أستاذ بسام أيضا يعني لماذا لا يتفاوض السوريون أو المعارضة السورية تتحدث مباشرة مع الروس وكما يقال أن السياسة هي فن الممكن يعني أولا هم يتحدثون في البداية هم يتحدثون مع الروس وأتوقع أي حديث مفاوضات مع النظام هو شكلي لأنه كما قال الدكتور بسام تماما أنت تتعامل مع مجرم حرب نافذة الأمل الوحيدة هي التاريخ التاريخ يقول أن مجرم الحرب جلس في رئاسة البوسنة شريكا للضحية ثم ذهب إلى السجن نحن الآن ليس أمامنا سلاح إلا السلاح السياسي في الناحية العسكرية يعني الثورة السورية تحارب روسيا وإيران ونظام بشار الأسد مع بعضهم متكافلين متضامنين إذن لم يبقى لدينا إلا الحل السياسي نذهب فيه الحل السياسي يقول شكلا يجب أن نتفاوض مع النظام ولكن حقيقة نحن نتفاوض مع الروسي ونتمنى أن يصل التركي والروسي والأمريكي إلى قناعة بأن هذا الرجل يجب أن يذهب إلى المحكمة ويجب أن يلحق بسابقه من مجرمي الحرب التشيلي والبوسنا وغيرهم إلى السجن هذا أملنا وهذه النافذة الوحيدة أما عن خيبة أمل المواطنين والاستطلاع الذي يعني هذا حق السوري خاب أمله مرة في معارضته السياسية وخاب أمله مرة ثانية بالمجتمع الدولي ومرة ثالثة بمجتمعه المدني ومرة الرابعة بفصائله العسكرية الإحباط وراء الإحباط وراء الإحباط أنا أعذر الإخوة المواطنين الذين يتشاؤمون أو لا يتفائلون ولكن أنا أيضا أقول منذ يومين لو تراجعون وأنصح الجميع بمراجعة الوثيقة الرسالة التي أرسلتها هيئة المفاوضات السورية إلى مجموعة الدول الخمسة والتي وهي بين يديي الآن والتي تطالب فيها بالمضي في سلة الحكم على التوازي مع سلة الدستور على التوازي مع سلة الانتخابات وأن هذا الدستور لا يمكن أن تقبل به المعارضة وهيئة المفاوضات إلا ضمن سياق هيئة حكم انتقالي يجب أن يوضع لها سواء بنود مؤقتة في الدستور أو ملحق خاص هذا ما يصرحون به الآن أنا لي بالتصريح لي بالأوراق يجب أن كلنا أن نكون خلف القرار 2254 يجب جميعنا أن نقف وراء قرار مجلس الأمن 2254 الذي يقول أن لا دستور نافذ إلا بهيئة حكم انتقالي وإلا ببيئة آمنة ومحايدة وبانتخابات وبإفراج عن المعتقلين هذا أملنا أن نعمل عليه وما زالت هيئة المفاوضات رسميا وبرسائلها الدولية كلها متمسكة به هي تتمسك بأنه لا ينفذ دستور وانتخابات إلا من خلال هيئة حكم كاملت الصلاحيات التنفيذية وانتقال سياسي عادل ليس لنا كسوريين الآن إلا أن ننتظر المفاوضات السياسية وليس لنا إلا أن نحاور يعني ربما المفاوضات الآن والدستور واللجان هي تفضي لإخراج المعتقلين فيما بعد وإلى هيئة حكم يعني الذي سيفضي لذلك مزيد من المقاومة من الضغوط من التحرك في الشارع يعني الذي حقيقة لن يخرج المعتقلين إلا وحدة الصف نحن نريد أن نرى ثوارنا مع فصائلنا مع منظمات المجتمع المدني مع المناصرة مع الائتلاف مع هيئة المفاوضات يجب أن نجد بيننا مشتركات وأن نكون يداً واحدة ونقاوم المجتمع الدولي ونقاوم النظام لحين تحقيق مطالبنا ليس لنا سبيل إلا ذلك الآن على كله نسأعود أيضاً إليك ربما إن تبقى لدينا وقت أستاذ بسام يعني ثمان سنوات وتكاد التاسعة تنتهي الروس لم يتخلوا عن بشار الأسد والمعارضة السؤال هنا ربما ما الذي تمتلكه المعارضة من أوراق لكي تنجح في الدستور ولكي تقنع روسيا بأن تتخلى بعد هذا الدستور عن نظام الأسد كي لا تكون اللجنة والدستور مضيعة للوقت يعني لاحظنا مؤخراً عملية القضاء على البغدادي توقيتها بالنسبة للتوقيت تبعها والناطق الرسمي بالنسبة لهذا الموضوع لاحظنا عملية نبع السلام لاحظنا الكثير من الأمور تتجه باتجاه الخاتمة خلينا نقول وبدأت اللجنة الدستورية في هذا الصدد مما يعني أن هناك العملية السياسية أو الحلقة الأخيرة بالنسبة لهذا المسلسل قد بدأت تنتهي نحن بالجوانب الأخيرة منها فبالتالي سوف يكون هناك وحسب الكثير مما قال مما يؤيدون اللجنة الدستورية ومن السياسيين الذين على تواصل مع الأمريكان والطوس وغيرهم ذكروا بشكل صريح أن هذه العملية اللجنة الدستورية سيكون هي البوابة للانتقال للمرحلة اللاحقة من وجهة نظرهم طبعاً وأنهم سوف يتم الضغط على الأسد لأنه أصبح بالنسبة لروسيا وبالنسبة لتركيا وأمريكا في كثير من الأمور قد تم الاتفاق عليها لاحظنا أن أمريكا بدي بس النفط آخر شيء لا تريد الولايات المتحدة أن يسيطر النظام على النفط لذلك بعد أن تخلت عن قصد ووصفت سيدة دارش يعني بس النفط فماذا توقع السوريين قام بتسليمهم النفط والسبب هو لا يريد النظام أن يسيطر عن النفط وبالتالي إيران ونظام يسفي من هذا الموضوع إذن نحن في الحلقة الأخيرة من هذه المسلسل من العملية السياسية سوف يكون هناك ضغط روسي على النظام وسوف يتم وضع لمسات بالنسبة لهذا الموضوع كشعر سوري نحن مؤكداً نحن لا طموحاتنا أكبر وأعلى سقف مطالبنا هي أعلى بكثير مما سوف يمنحنا روسي ولكن المتاح هذا الذي تحدثت به حضرتك أن الوقت انتهى تماماً لكي نختم أفضل ما اسمت للسؤال عمقول الوقت انتهى تماماً المتاح الآن ما تحدثت به ليس الطموحات التي يطمح بها السوريين أو السوريون ولكن النقطة البسيطة التي اختلف مع ضيفك الكريم هو أنه الحقيقة يجب أن نسير على مسارين نترك اللجنة السورية تسير في عملها ونحن كشعب يجب أن نستمر في نضالنا وثوراتنا وأن لا نركن إلى العملية السياسية لأن العملية السياسية بدون ضغط شعبي من أجل تقويمه ومن أجل الثبات على مبادئ الثورة سوف يؤدي إلى اللجنة الدستورية أن تقوم أو السياسية سوف يتنازلون الكثير لذلك المحافظة على السقف العالي هو شرط أساسي من أجل المحافظة على المكتسبات التي يمكن أو الطموحات التي يطمح إليها الشعب بحدها أشكرك جزيلا شكر الأستاذ بسام طبلية أستاذ في القانون الدولي كنت معنا من لندن أشكر جزيلا أيضا ضيفي هنا في أستوديو أستاذ فراس المصري شكرا جزيلا لك مدير منظمة مدنيون لعدالة والسلام شكرا لك انتهى الوقت تماما وأشكر أيضا عباس الديري مراسلنا كان معنا من جينيف شكر أكبر منصول لكم مشاهدين الكرام شكرا على طيب متابعتكم لحقة اليوم تحدثنا فيها عن الأجواء التحضيرية قبل يوم واحدة من بدء أعمال اللجنة الدستورية في جينيف مع وصول وفود المعارضة والمجتمع المدني والنظام لكم مني كل المحبة دمتم بخير يعطيك العافية شكرا ترجمة نانسي قنقر